يتقدم كمال حمدي احتجاج العشرات من العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية العليا في تونس فمنذ عشرة أعوام حصل حمدي على شهادة دكتوراه في العلوم الإنسانية ولا يزال إلى اليوم يبحث عن وظيفة تتناسب وشهادته الجامعية أنا ولدي ولدك ما نحبهوش في يوم ما وقت لي أن يقوله أقرأ على روحك يقول للدكتوراه ما نعمل به هاي أعلى درجات في تونس وهو يعانوا من البطالة مريد ضمان مبدئ وقانون ينزل في قرارات رسمية تقول كل من يتحصل على شهادة الدكتوراه يكون شغله مضمونا آليا يعتصم هؤلاء في مقر وزارة التعليم العالي وقد علقوا شهاداتهم العلمية على باب الوزارة تعبيرا عن ضيقهم بواقعهم المعيشي بسبب البطالة منذ سنوات قررنا الدخول في اعتصام مفتوح داخل وزارة التعليم العالي ومطالبنا الأساسية هي تشغيل الدكتوراه البحثين المعطلين عن العمل أولا وإدراج سفة الدكتور في الصلم الوظيفي دخول الخرجين من حملة شهادة الدكتوراه على خط الاحتجاجات المطالبة بالتوظيف والتي ارتفعت وطيرتها خلال الأشهر الأخيرة يعتبر مؤشرا على عمق أزمة البطالة في البلاد لا سيما في صحوف خرجي الجامعات الذين يبلغ عدد العاطلين عن العمل بينهم أكثر من 600 ألف الحكومات المتعاقبة تلقي بالسبب في البطالة على ضعف نسبة النمو الاقتصادي فيما يسعى البرلمان إلى سن قانون ينص على تأمين عمل لكل من تجاوزت مدة بطالته عشرة أعوام تحذف في الانتدابات التي تقوم به الدولة في القطاعات الكلها يقع أخذ بعين الاعتبار وإعطاء أولوية أخذ بعين الاعتبار سنة التخرج وسن المتخرج معناتها هذو مزوز نيقات احنا مزلنا متبنيينهم كمجلس نوب الشعب تزايد عدد العاطلين عن العمل خلال الخمسة أعوام الأخيرة بسبب قرار السلطات وقف التوظيف في القطاع الحكومي سعيا منها إلى التحكم في كلفة الأجور والاستجابة لشروط المؤسسات المالية المقرضة انضمام حاملي شهادة الدكتوراه في تونس إلى احتجاجات العاطلين عن العمل تمثل وفق البعض مؤشرا على احتداد أزمة البطالة في تونس أزمة تحاول الحكومات المتعاقبة تطويقها دون جدوة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب توفيق عايشة الحرة تونس